حابين برضو نعرف حالتك أهمية هذه المشروعات وإزاي أو كيف يعني بتساعد هذه المشروعات في تخفيف يعني الازدحام والزيادة السكانية برضو حابين حالتك تفيد نبدأ خصويا كمان إحنا الفاتح شفنا الطرق وشفنا الكبار ويعني فيه طفرة حصلت يعني بالطبع يعني أنا عندي المشروع القومي للإسكان عندي محور تنمية القناة السويس بالمشاريع والاستثمارات الأجنبية حوالين مدن القناة الشبكة القومية للطرق التأمين الصحي الشامل رغم أن التأمين الصحي أساساً مش هدفه ربحي رغم أن مشروع قومي كبير وأنواق العاصمة الإدارية الكبيرة وكما حضرتك ذكرت أو أشرت لي الزحام أو الكسافة السكانية وأن أنا أخذ من القواهرة الأجيبة للعاصمة الإدارية الجديدة وأن أنا هنا بعمل حركة للاستثمارات والأفراد بنقلهم من مكان لوادي جديد ودنيا جديدة وحياة جديدة وعاصمة جميلة بشكل حضاري وفقاً يعني لحفظة يعني النمازك العالمية انشأت عندي الشبكة القومية للسكك الحديد ومترو الأنفاق بالإضافة لي مشروعات البنية بتحتية التكنولوجية وديه استثمارات ضخمة جداً وتطوير المناطق العشوائية مشروع قومي كبير جداً والريف والنهاردة من أكبر وأنجح المشاريع ربط البحرين ببعض يعني قناة سويس جديدة ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط قناة سويس جديدة على يعني قبان الكتارات بالتعاون مع شركة تيمنس الألمانية واستخدام أعلى التكنولوجيا يعني في العالم وأفضل شركة في العالم أنا النهاردة أنا وقت من ذاتي هو حضرتك هدف يعني المشاريع دي ما هي المشاريع دي مربوطة برؤية مصر 2030 يعني تحت مظلة صحامة القائد الزعيم عبدالفتاح السيسي النهاردة أساساً المشاريع دي هدفها دي المشاريع دي هدفها تحسين أقوال معيشة المواطن معيشة المواطن إن أنا يعني بعمل قوالة للمواطنين بشكل أبطئ مين المستفيد بالتأمين الصحي؟ مين المستفيد بالترب والكباري؟ مين المستفيد بقناة السونس الجديدة ومحور السلمية هناك؟ في حوالين مدن القناة التي تشمل جميع مدن القناة؟ مين المستفيد ديمترو الأنفاء؟ مين المستفيد بالكتار الكهربائي السريع؟ مين المستفيد بكل هذه الأمور؟ مين المستفيد بالبنية التحتية؟ وأنا بكلم حضرتك أهو يعني عبر الإنترنت من خلال الشبكة الدولية العنكبوتية في مصر وموقعنا والاقتصاد السريع؟ مين المستفيد بالكلام ده؟ وأنا بكلم حضرتك بشكل رقمي أو شكل رقمي مين المستفيد بالكلام ده؟ أنا وحضرتك وجميع المواطنين بكل أصياف المجتمع حضرتك أنا أتكلم عن الزحام المغوري أو كده أنا حتى يعني هتناول نقطة فرعية بسيطة جدا من خلال استخدام التكنولوجيا قدرت أن أدفع فطورة التليفون وفطورة الكهرباء وأتعامل مع بنك من خلال الموبايل من خلال التليفون المحمول اللي بتتعيد مين المستفيد بدا؟ ما هو؟ ده المستفيد من دهوى المواطن من مصري يعني مين المستفيد؟ إن أنا النهاردة بدلا من أنا كنت أروح مجمع التحرير والناس جاية من المودة البعيدة أو الحفاظات البعيدة عشان يعني يخلطوا من مضحهم في مجمع التحرير من النهاردة بالتليفون بخلص كل أوراك باستخدام التكنولوجيا يعني مين المستفيد بدا؟ بوفر إن أنا أخذ يوم أو يومين جاتر بالعمل بوفر تكلفة إن أنا أركض أطرق أو أركض مواصلات أو حتى أستخدم عربيتي الشخصية إن أنا أروح وإن أنا أخذ أجازة للشغل وإن أنا أتسبب بالتكتس أنا وغيدي وغيدي تكتس زحاني أو تكتس مروري بجانب الروحة أو 3 أو 4 ساعة زي زمان ما كنا بنعمل عشان أخبص ورقة المعارضة كل باستخدام التكنولوجيا تناولت يعني متصاربية من حيث البنية التحتية التكنولوجية وهكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر